بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلاب الصف الثالث الابتدائي مرحبا بكم في قناة درس انجليزي مع مستر عوض ربيع اللي بيشوفنا الاول مرة طبعا ما ينساش فعل الجرس واشترا في القناة عشان يوصلوه كل جديد ولي بيتابعنا بنشكره جدا على المتابعة ومن اللايكات ومن الشير وكمان عايزين الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن من أصدقائكم وصحابكم واللي بتحبوهم ان شاء الله النهاردة هنحل على يونت فور صفحة 164 و165 من كتاب الجم يلا بينا معنا عود سؤال listen اسمع عن رايت تروق الفورس حاول تسمع مني كده listen in the usa and britain it's usual to give good friends and family presentes on their first days even when they are adults in south africa 21st is an important birthday because you become an adult at the age in nigeria the most important birthdays are when someone is 1 10 and 15 أول سؤال number one in the usa في الولايات المتاحة الأمريكية and britain for britannia it's usual in nomina al-ada to give others the thought البالغون presentes هدايا true صح number two in south africa في جنو الأفريقية 15 is an important birthday عيد ميلاد مهم true صح number three in china في الصين the most important birthdays احنا مذكرماش أصلا الصين يبقى لي فالس غلط بعد كده معنا سؤال راقم 2 lesson and complete اسمع وكمل برضو حاولت اسمع مني كده lesson سما what are you doing dahlia dahlia i am hanging up the streamers for my sister noha's birthday سما can i help you cousin dahlia sure can you blow up the balloons please سما of course dahlia what is mom doing is she helping سما yes she is decorating the cake نرجع كلا معنا today is noha's is noha's a birthday عيد ميلاد نو راقم 2 dahlia is hanging up بتعلق بتعلق ايه streamers اللي هي من الزينة streamers بعد كده راقم 3 mom امي is not the birthday cake decorating بتزين بعد كده معنا سؤال راقم 3 choose the correct answer اختر الاجابة الصحيحة what are you not at the moment at the moment يبال علامات زمن المضارع المستمر وهنا عندي ام وازوار يبالس الفعل مضاف له i-n-g يبال dying نمبر 2 منا not time walking in the park today today برضو من علامات زمن المضارع المستمر يبال هنا am y is y are z i-n-g is expanding رقم 3 not rp والناس you invite بتدعوم to your home الى منزلك ضيوف يعني الضيوف جسس بعد كده معنا سؤال رقم 4 we need محتقين adult شخص كبير to let off لكي يطفين الفيرووركس الالعاب النارية بعد كده معنا سؤال رقم 4 read and match ارا وصل ان امتبعنا كويس على قناة درس انجليزي مع مستر عوض عارفين هنعمل ايه يلا بينا b بقول as a party كحفلة b history box كتب التاريخ c for the party للحفلة on her phone على تلفونها d and do some exercise 2 يعني البعض التمارين ايضا e to send the air لكي يرسل الهوائث روم خلال your mouth الفم بتاعه number one dalia is making a play list بتعمل قائمة من التجهيل على التلفون بتاعها يبدأ number one number two blew out اللي غينفخ to send the air throughout your mouth دي number two celebration الاحتفال gives us the same meaning بتاعطي نفس المعنى لكلمة at the party رقم three رقم four it's important من المهم to get outside انت تخرج and do some exercise 2 number four بعد كده معنا السؤال رقم five بيقولك read اقرأ زا تاكس النص ثم اعجب على هذه الاسئلة حاول كده نفهم كده القطع مع بعض my name is كل صباح in the park في الحديقة I am also I don't cycling كمان بركة بدرجات on the weekends في نهاية الاسبوع with my dad مع ابي I am trying بحاول to see نهار my friend's اصدقائي a few times عدة مرات اويك في الاسبوع ايضا it's good انه جيد to relax ان انت تسترخي and have fun وتجد متعة sometimes احيانا and we try بتحاول كمان not to talk اللي هتتكلم about how our revision is going كيف تسير المؤمن revision اللي هي المراجعات my friend صديقي adam is organizing بنظم a party حفلة at his house في منزلو for the end of the exam في نهاية الامتحانات so we are all looking نحن جميعا نتطلع to do that انه نفعل هذا اول سؤال زي انت اللي الوارد الكلمة تحتها خط في القطع كلمة cycling يعني ركوب الدراجة means معناها ride a bike ركوب دراجة number two he had is trying to see his friend انه يشوف اصدقائه a few times عدة مرات او او بعد كنا معنا السؤال الرقم 3 how does he had كيف he had spent his time outside رشط من عدد الاستفهام والفعل المساعد ورجعنا القطعة لي الاجابة تعالوا معاي كده لما رجعنا القطعة بصراح حضراتكم I know it's important to get outside to do some exercise I am go running every morning in the park I am also cycling on the weekend with my dad I am trying to see my friends كل اللي حاجات هو بعمل عفين في outside رقم 3 بعد كنا معنا السؤال رقم 4 what حنشتب what ورجع is ورا adam is doing بس كنا معا حضرات كم آه my friend adam is organizing a party at his house for the end of the exam يبني رقم كام 4 بعد كنا معنا السؤال رقم 6 reorder آه الترتيب هذه الكلمات he is بقراء in g he is running لغبي gree in the park في الحديقة at the moment في هذه اللحظة رقم 2 are you decorating are you decorating the birthday cake tour تدعيد ميلاد رقم 3 purse raise عيالي الميلاد are not just ليس فقط for children ليست فقط من للأطفال فقط بعد كده معنا السؤال رقم 4 dad abby is letting off the fireworks لألعاب النارية بعد كده معنا سؤال رقم 7 bonk tweet علامات الترقيم yusuf بلاية الجملة capital yusuf the dad is sending the invitation للي الدعاوة طيب لجملة لسؤال الجملة في الآخر فرص طب نقطع بعد كده معنا السؤال التام write a formal email اكتب email رسمي من حوالي 50 ل60 كلمة to your friend or inviting him to your personal party مش جايب لك الاسم المرسل الاسم المرسل إليه اختر اي اسمي مثلا هنختار مثلا from مثلا mona علامة الياهو jomail من mas.com من علا اتياه jomail برضو subject الموضوع inviting الدعوة to my birthday لحفلة عيد ملات first day party بعد كده بكتب له hi او there هكتب hi واكتب hi على هكتب لها المؤديمة بتاعتنا how are you and your family كيف حالك وكيف حال عائلت i tell you about my first day party حفلة عيد ملات it's on sarasday انها يوم الخميس i invite انا ادعو all my friends انا ادعو كل اصدقائنا we can eat the just cake ممكن كمان هنأكل كيكة لذيذة yours امضاء امضاء من مونة وبكده انتعينا من حل صفحة 164 165 من كتاب الجيم للصف الثالث الابتلائي اشكر كل من بتابع قناة درس انجليز مع مصدر عوض ربيع واللي بشوفنا الاول مرة ما انساش كمان اشترك في قناة وكمان التعليقات الجميلة واللايك والشير شكرا